السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة حلقتنا النهاردة عن الكلمات المفتاحية ومهم جدا أنك تكون عندك مهارة في استخدام الكلمات المفتاحية إزاي تقدر تحصل على الكلمة المفتاحية هنعرفها النهاردة إزاي تعرف نسبة البحث الشهرية هل في ناس كتير بيبحث عن الكلمة المفتاحية ولا هنعرفها من خلال الحلقة دي إزاي تعرف سعر النقرة على الكلمة المفتاحية هل الكلمة المفتاحية دي غالية أو رخيصة برضو من خلال الحلقة دي ازاي تعرف نسبة المنافسة هل نسبة المنافسة قوية على الكلمة المفتاحية دي ولا لأ وهل هي جيدة وعليها رواج ولا لأ كل ده نعرفه من خلال الحلقة دي بس لازم اقول لك المؤدمة دي ولازم اوصل لك معلومة انه الاساس في صناعة المحتوى هو بيبدأ من الكلمة المفتاحية لان هي حلقة الوصل ما بينك وما بين الزائر وما بين محرك البحث جوجل لو انت عندك مهارة وعندك يعني شطارة في انك تعرف تستخدمها هيقدر محرك البحث يستدرك فيها وتبدأ تاخد منها زيارات وارباح لو ما عندكش مهارة في استخدامها يبقى تعلم معايا في الحلقة دي ان شاء الله واتعرف كل حاجة كلمات المفتاحية زي ما اتفقنا لازم ان تعرف في الاساس ايه اللي بيبحث عنه الناس وكان نسبة البحث عنه ولو كانت نسبة البحث ضعيفة يبقى بلاش فيها خلاص الكلمة دي وهل الكلمة دي غالية ولا لأ والرواج بالنسبة الانترنت عن الكلمة دي علشان تقدر تكتب عليها الناس اللي بتسأل وبتقول انا بكتب مقالات كتير جدا في اليوم ومش بستصدر في حاجة انت ممكن يكون مستصدر وممكن يكون نتيجة رقم واحد كمان وخلاص لكن الفكرة انه الكلمة اللي انت بحثت عنها او حتى المقال اللي انت صدرت فيه ده مفيش عليه نسبة البحث الشهرية معنى انه مفيش عليه نسبة البحث الشهرية يبقى انت خلاص مش هتستفد حاجة مش هيجيلك منه زوار فتعا نشوف المعادلة دي هنعملها ازاي اول حاجة احنا هنخش على الموقع ده انا هسيب لك الرابط بتاع الموقع ده موقع جميل جدا مجاني في خطة مدفوعة لكن احنا هنشتغل بالمجانية والمجانية تكفي لشغلنا بالكامل يعني ان شاء الله هسيب لك الرابط بتاعه في الوصف تحت الفيديو هتخش على الموقع ده وتسجل فيه تسجيل باميل جيميل عادي خالص وتفتح الموقع زي ما نفتح كده انا بالنسبة لي فيه كلمة مفتحية في دماغي غالية جدا بحاول ابحث عنها في دولة امريكا فبخش من بداية الموقع في الصفحة الرئيسية بتاعة الموقع اصلا وبلاقي فيه اختيارات لو جيت افلت الجزء ده كده بالنسبة لي يعني افلت النتيجة دي هلاقي اختيارات قدامي كده بعد ما مسجل في الموقع بيفتحلي بالشكل اللي هو فتح قدامي ده هبدأ ادوس على الكلمة دي اللي هي اول اختيار عندي وهاجي هنا اكتب الكلمة المفتحية اللي انا عاوزها بالنسبة لي مثلا انا عاوز اكتب كلمة تصدر نتائج البحث كتبتها خلاص بيقول لي اختار الدولة اللي انت عاوز تستهدفها وهو ده اللي احنا بنتكلم فيها جماعة اللي هو الاستهداف فانا طبعا خلاص اخلي اللغة انجليزية في المتصفح واختار من هنا دولة مصر لان انا محتاج ان انا استهدف في دولة مصر الدول اللي موجودة دلوقتي قدامك هي كلها زهرة قدامك اخترت دولة مصر بالنسبة للمميز كمان في الموقع ده انه بيجيب لك اللغة العربية كمان متاح في الموقع اللغة العربية ودي حاجة جميلة جدا موقع مجاني وفيه الادوات وفيه الشكل الجميل ده كله وعلى فكرة هو مش بيدي لك بس البحث على الكلمات المفتحية لا ده فيه ادوات سيو كاملة في الموقع ده خلاص كتبت الكلمة المفتحية اللي انا عاوز ابحث عنها علشان اشوف هل الكلمة دي مهمة ولا لا وعلىها نسبة ببحث ولا لا وغالية ولا لا خلاص كتبت كلمة صدر نتائج البحث واخترت الدولة مصر واخترت اللغة العربية وهضغت على سيرش عشان يجيب لي البيانات الخاصة بالكلمة المفتحية جاب لي دلوقتي البيانات الخاصة بالكلمة المفتحية بيقول لي ان الكلمة دي خدت اتنين مليون نتيجة بحث اتنين مليون وستمائة الف سبعمائة وسبعين نتيجة بحث قال لي ان الكلمة المفتاحية بيقولك دي ان الكلمة المفتاحية سعرها 13 سنت بالنسبة لدولتك انا اخترت دولة مصر في دول تانية هتلاقيها اغلى طبعا فانا دلوقتي الكلمة المفتاحية بالنسبة لي سعرها يعني متوسط او قليل بيقولك انه نسبة المنافسة عليها عالية نسبة المنافسة عن الكلمة المفتاحية دي عالية كل ما الرقم ده يكون قليل كل ما يكون نسبة المنافسة عالية على الكلمة دي خلاص تعال نشوف بقى بالنسبة لنسبة البحث الشهرية بيقولك هنا بيدي لك نسب هنا سبعين هنا ستين الف في الشهر الفيليوم ده كله سبعة وواشرين الف الكلمات اللي ظهرت قدامك دلوقتي دي اللي ظهرت هنا دي كلها كلمات يعني تخص الكلمة المفتاحية او نتائج بحث مرطفة لها يعني مرطفة للكلمة الاساسية اللي انت كتبتها بيبدأ يدهالك وبيدي لك كمان لها نسبة البحث الشهرية عن على الكلمة المفتاحية دي عم فبالنسبة لك ظهر الكلمات دي كلها ظهر لك كمان اسعار النقرات السي بي سي هنا ظهر لك اسعار النقرات هنا نسبة البحث الشهرية هنا الترنت بيظهر لك بشكل بياني نسبة او اهتمام الجمهور بالكلمة دي زي مظهر قدامك كده هنا المنافسة خفيها لانه بيحتاج منك خطة مدفوعة احنا مش نحتاج المنافسة احنا المنافسة ظهر لنا هنا هي بالنسبة لكل كلمة بنبحث عنها فانت ممكن تحتاجها من هنا وتشوفها من هنا وما تشوفهاش من هنا او من الجزء المغفدة دي الكلمات المفتاحية اللي هي اه يعتبر مرطفة للكلمة او تخص الكلمة الرئيسة يا زي ما اتفقنا بيدي لك قوتها وبيدي لك الشغل الخاص بيها كله والبيانات الخاصة بيها واجودتها في البحث وكلام منه القائمة التانية دي كلها ممكن انت تستخدمها تفتحها وتشوف فيها بيانات تانية لكن انا بالنسبة لي الاهم هو الجزء الخاص بالكلمات المفتاحية وده اهم شيء عندي انت بالنسبة لك في مجالك قبل ما تكتب اي مقال قبل ما تكتب اي مقال لازم ان تخش هنا كده وتدور الاول على الحاجة اللي انت عاوز تبحث عنها انا مثلا اه يعني بكتب في مجال الصحة والجمال مثلا هكتب مثلا علاج تساقط لو كتبتي هكتب باللغة العربية ده مجرد مثال بس ده مجرد مثال انا بوريك حاجة انت هتشتغل بها بصفة مستمرة قبل ما تكتب المقال يعني بدايتك هتبقى من هنا مثلا ده يعتبر حاجة انا ببحث عنها وبشوف هل هي عليها نسبة ببحث شهرية ولا لا وعاوز اشوف كمان هل هي سعرها في النقرات غالية ولا لا لان انا لازم ازبط المعادلة دي وكمان لازم اشوف هي تستهل ان انا اكتب عنها مقال ولا لا خلاص تعا بص قدامنا كده هتعا نشوف نسبة البحث الشهرية بيقولك ان الكلمة دي اه اتناشر الف نتيجة بحث عليها بيقولك ان نسبة بحث الشهرية خمس تلاف وربعمائة نتيجة بحث دي حاجة عالية جدا كويسة كلمة دي محتاج ان انت تكتب عنها مقال محتاج ان انت تكتب عليها مقال بتاعها سعر النقرة نص يعني خمسة وتلاتين سنت حلو جدا برضو سعرها حلو مش وحش وكمان بيقولك المنافسة عليها مش عالية قوي تلاتين في المية نسبة المنافسة برضو يعني يعتبر في المعقول فانت بالنسبة لك اه لك تساقط الشعر في في المجال بتاعك في النتش اللي هو الصح والجمال لو انت كتبت عنه مقال هتلاقي بيجي لك منه زيارات كتير وهتلاقي اسعار النقرات بتاعته كويسة بالنسبة لدولة مصر لو احنا غيرنا الدولة وخليناها دولة تانية برضو طبعا هيفرق معاك في السعر لو دولة عربية او امريكا او كلام من ده بس طبعا لازم تغير الكلمة دي وتخليها باللغة الانجليزية في الحالة دي هتلاقي اسعار اسعار النقرات بتاعتها طبعا اختلفت لان انت استهدفت دولة اه اجنبية لكن لازم يكون اللغة انجليزية علشان تقدر تزبط معاك فانا بالنسبة لي اه اه يعني هرجع لمصر تاني لان اللغة العربية في البحث الخاص بالكلمة المفتاحية لغة لغة الدولة اللي هو مصر وانا كده ممكن اختار من هنا اللغة الانجليزية واعمل بحث تاني اللغة العربية قصدي عشان يبقى البحث مزبوط معي يبقى اللغة العربية وايه جبت وعلاج تساقط الشعر يبقى هتشوف كده النسبة والبيانات الخاصة بالكلمة المفتاحية لقيتها كلها كويسة يبقى تبدأ تكتب مقال وتاخد الكلمات المراطفة دي تستخدمها معاك هنا بيجيب لك كمان بيقول لك ايه ما هو علاج تساقط الشعر دي اسئلة واجوبة لو تاخد بالك الاسئلة والاجوبة دي لازم تستخدمها عندك في المقال بتاعك في مقالك تاخد الاسئلة دي وتجاوب عنها في مقالك تاخد السؤال ده بتعمله عنوان فرعي وتجاوب عنه في في مقال بتاعك او في في تدوينة اللي انت هتعملها عندك هنا برضوkeeper الناس بتبحث عن ايه في etern loss حالي اللي هو في الوقت الحالي الناس بتبحث عن ايه الخاص بالموضوع اللي انت كتبته فزا ما انت شايف كده بيجيب لك النتائج دي كلها برضو تاخدها وتعملها عندك عنوان فرعي وتكتب تحتها منها فقرات. كل ده ممكن تستخدمه. وبرضه الاساس عندنا هو الكلمات اللي انت شوفه قدامك دي. كلمات دي دي افكار لمقالات ممكن تعملها وتعمل عنوينها هي الكلمات دي لكن تزود عليها شوية زي ما اتفقنا في الحلقة بتاعت كتابة المقال يعني. انت تعمل عنوان يكون جذاب وحصري. بالنسبة لك البيانات اللي انت شوفها قدامك دي كلها مهمة جدا ليك في استخدام الكلمة دي. كده انت عرفت هتبدأ من اين? هتبدأ من الموقع اللي سيبه لك ده. هتعرف منه سعر الكلمة المفتاحية. وفي نفس الوقت هتعرف منه ازاي تقدر تبدأ بيها. عندك اللي ما تخش على اسئلة هتعرف ازاي تبدأ تكتب اه مقال بالكامل او تحط فقرات او كلام من ده او تعمل عنوان فرعية او كلام من ده. فاحنا بالنسبة لنا موقع ده ممتاز جدا ويعتبر كنز لصناع المحتوى. ومجاني مية في المية. حابب تكمل فيه وتخش في الخطة المدفوعة مفيش مشكلة فانت المستفاد. كده خلاص وصلنا لها الحلقة. اتمنى ان كل استفاد. واتمنى ان الناس اللي بتفرج على الفيديو دلوقتي يعمل اعجاب وكمان تعمل مشاركة للفيديو. متوقفش الاستفادة لحد عندك لوحدك. انت طالما استفادت خلي غيرك استفاد وشاير الفيديو. وفي نهاية الفيديو اشكركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.